موسيقى شركة ايفوشي شركة فرنسية شهرت الفترة الأخيرة بشكل كبير لأنه أغلب منتجاتها متكونة من مواد طبيعية وكما عارفين الناس مؤخرا ولو يرجعوا أكثر شيء للطبيعة حبيت نقول لكم أنه لما شفت هذا الفندتة في محل كان أنا ذاك سعره ما نقدرش نقول لكم رخيص كان سعره ٢٩٥٠ ألف ممكن تلقاه بسعر منخفض أو مرتفع حتى في الموقع مرات يعملوا عليه تخفيض أولا إن شاء الله رح أخليكم رابط الموقع أو الفندتة أو هذا المنتج في صندوق الوصف أو تحت هذا الفيديو بالنسبة للعبوة تجي هكذا من الكرتون كيتبين فيها زيبوديفو الكمية تاع العبوة هي فيها ٣٠ أم أل مثل ما حين شاهدوا الآن فيها ٣٠ أم أل أما بالنسبة لما قلتكم لمدة الصلاحية بعد الفتح رح تكون إن شاء الله ٦ أشهر للأسف ما يش تعمل الكاميرا زوم ٦ أشهر كما راكم تشوفوا كنت أحكيتكم سابقا على فهم هذه الرموز إذا كنتم مشتوشوا الفيديو را يطلع أمامكم الفوق أو في صندوق الوصف ممكن تتفادوا منه في اختيار المنتجات على هذا المنتج اخترت درجة ١٠ اللي هي بيج حسيتها إنه درجة كثير كثير مناسبة ليه ونظم عندهم عدة درجات كيما قلتكم دخلوا للرافض تشوفوا الدرجات اللي ممكن تكون تناسبكم حاجة أخرى حبيت نتكلم عليها إنه الجميل إنه هالكريم الأساس هو مصنع من مواد طبيعية يعني تشوفوا إنه مستخلصات نباتية ومعدنية وما كاتبين إنه هو من زيت بذور السوجة الحاجة المليحة في منتجات بصفة عامة إنه هي منتجاتهم خالية من العطور يعني الناس اللي عندهم حساسية من العطور اللي تكون أكثر شي فيها كحول رح ينسبهم هذه المنتجات هال العطور اللي ممكن شموها في منتجاتهم هي أغلبها عطور طبيعية يعني مستخلصة من النباتات وما شبه بالنسبة لي قارورة هالكريم الأساسية قارورة زجاجية من جهة هي شيء مليح ومن جهة أخرى ممكن ما تكونش مليحة خاصة إذا كانت وقعت منك قادرة تنكسر كما تشوفوا هنا القارورة كما تظهر أمامكم هي العبوة من البومب حسيت كذلك أنه هذا الشيء رح يكون عملي جدا أما قوامها كما رحين تشوفوا قوامها يعتبر شوفوا يعني هي ما يشتقي للسائل لكن مدها جدا رائع شوفوا الدرجة يعني هنا مدتهاش كثير لكن حسيتها أنه مناسبة لي بزات الحاجة الأولى اللي تلاحظوها أنه فيها رائحة كما قلتكم هي مستخلصة من مواد طبيعية منها الزيت السوجة هذا الريحة رح تظهر لكم مرة الأولى أنها قوية من بعد الشيء رح تغتفي تماما من خلال تجربتي بنات أول حاجة لما طبقته كما قلتكم أنه تحسوا أنه ملمسو خفيف جدا وناعم هو تقريبا موش تقيل لكن تحسوه تقريبا مائل إلى أنه يكون سائل الحاجة المليحة فيه أنه لما تمديه على بشرتك سواء بيدك أو ممكن بالفرشات أو حتى بالبيوتي بلندر تحسي أنه سليس ويمد على كامل وجهك بكل سهولة يعني ما يخلي لك شارك تكتلات أو ممكن يجف بسرعة وبالتالي يعني يعطيك هذاك المظهر الجيري بالعكس حسيت أنه النقطة إيجابية كثير بالنسبة للتغطية هي أهم حاجة شوفوا بناته واسم هذا الكريم الأساس هو زيغو ديفو يعني ما فيش حتى عيب رح يظهر على بشرتك لكن لما استخدمته صراحة اكتشفت أنه العكس هو الحاجة المليحة فيه أنه كما قلت لكم هو خفيف يعني ممكن تستخدميه بشكل يومي على بشرتك بحال وحال بيبي كريم أنا بطبيعتي ما نحبش الكريمات الأساس اللي تكون ثقيلة أو حتى اللي ممكن تخفي العيوب بشكل كبير دايما نقول في نفسي أنه لازم أنا نعجل العيوب قبل أنه أخفيها بأي وسيلة أخرى حتى ولو كانت كريم الأساس حاجة اللي حبيت نقولها لكم هو ما هو مش مدونين في العلبة أنه ممكن يصلح لجميع أنواع البشرة أو غيره لكن الحاجة اللي نقولها لكم صراحة أنه تحسوا أنه لا يناسب بتاتا ذوات البشرة الدهنية يعني إذا كانت عندك بشرة دهنية ما نصحكش أساسا أنك تستخدمه لكن البشرة الجافة يصلح لها مئة بالمئة وبالعكس نصح به أما البشرة المغطيطة كذلك تقدر تستخدمه لكن ستلاحظ بعد استخدامه أنه ممكن بعد فترة أنه تهن منطقة تيزون عندها يعني منطقة الجبين والأنف بس تتفادى هذا الشيء ممكن أنه تجري تعديلات أو ممكن تطفي اللمعة الخاصة به بالبودرة نرجع الآن حاجة وهي التغطية كما قلت لكم نرجع للإسم اللي هي زي غطيفوا بنات هذا الكريم الأساس تغطيته خفيفة إلى متوسطة لما نقولكم خفيفة متوسطة يعني ممكن يغطي لكم فقط التسبغات يوحد لون البشرة الجميل في أنه يعطيكم البشرة الصحية أو المظهر الصحي للون البشرة لكن ما يغطيه ولا عيوب إذا كانت عندك مثلا حبوب على بشرتك بالعكس مش رح يغطيها لأنه فيه لمعة رح يظهرها أكثر أما بالنسبة للتسبغات ممكن رح يغطيها مثلا إذا كنت استخدمتي مصحح أو كوريكتر قبله ممكن إذا طبقت طبقتين أكيد رح تختل فيه كل هذه التسبغات فهمت أكيد من كلامي أنه هاد الكريم أساس هو ما هوش مت يعني ما هوش مت فيه هو فيه لمعة علاش لأنه كما قلتكم هو من مستخلص أو فيه مواد أو زيوت من بذور السوجة يعني البنات اللي حبوا الفندرة المات هذا مش رح يناسبهم أنا بالنسبة لي الصح هو ملمسوسة تيني أو فيه لمعة أو حريري لكن تقدري مثلا تطفيه المرة الأولى ببودرة يعني بعد اللي تستخدميها ممكن تستخدمي بودرة حرة رح تنقص من هذيك اللمعة لكن البنات اللي بشرتهم مختلطة بعد مدة ساعات رح يلاحظوا أنه بدأت تلمع منطقة تيزون هل ما علي حكيتكم عليها العب اللي فيها ممكن إذا كانت عندك مسام بارس رح يبينهم أكثر حبيت نقولكم أنه لازم تستخدمه قبله مثلا برايبر هذا يعني ضروري جدا قبل استخدامه والحاجة اللي حبيت نقولها لكم أنه كاتبين في العبوة مثل ما حين تشوفوا أنه يبقى ل 14 ساعة أنا شخصيا أكبر ممكن مدة استخدمته فيها هي 10 ساعات وحسيت أنه كما قلتكم ثباته جيد ما يدلكش هلك تخطيط ولا شي فقط العيب اللي فيه ممكن اللمعة لضروري أنك تعملي هذيك التصحيح بالبودرة بالنسبة لرأي الصريح في هذا المنتج بنات اللي حوثوا على المنتجات تكون صحية أو طبيعية أو من مستخلصات نباتية أو معدنية أكيد لما يستحقوا رأيي رح يستخدموه بالنسبة لسعره تقريبا غير 300 ألف يعني كمام سعره شوية غالي أنا عن نفسي ما نحبش كما قلتكم الفندتان اللي يكون عندها تغطية تقيلة أو يعني نحب هذيك اللي تعطيني ملمس خفيف وناعم على بشرتي أنا صراحة رح نكمل بها وممكن حتى أني نشريها مرة أخرى مع أنه سعرها يعتبر مش رخيص علاش لأنه نحب الفندتان اللي تكون تعطيك مظهر صحي وهذا الشي اللي وفرتولي هذي المركة من إبوشي إن شاء الله يكون أعجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا منه وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة ما تنساش تخليوا لي رأيكم إذا كنتم جربتوها أو ممكن حتى تنصحوني بأي كلمات أساس أخرى أحبين إنه جربها لكم ترجمة نانسي قنقر